اهلا بحضراتكم من جديد ممكن في بداية الحلقة كنا نتكلم معاكم عن استقناف جلسات الحوار الوطني تحت شعار المساحات المشتركة بين الجميع وده مهم جدا وهدف اولي من بداية جلسات الحوار الوطني هو البحث عن مساحات مشتركة وحلول واقعية ومختلفة للقضايا المطروحة داخل جلسات الحوار الوطني خلينا نتكلم مع حضراتكم بشيء من التفصيل عن استقناف هذه الجلسات مع سيدة النائب محمد عزمي النائب بمجلس الشيوخ وعضو تنطيقية شباب الأحزاب والسياسيين وسأل خير على حضرتك منوارنا سيد نور أهلا بحضرتك والسيدة المشتركة استقناف جلسات الحوار الوطني ندل على شيء دل على حرص الدولة على استمرار هذه الجلسات وكمان حرصها على النتائج والمخرجات الخاصة بالحوار الوطني يعني النهاردة كانت عودة الجلسات وجوالات الحوار الوطني بعد توقف من عيد الأطحى والحقيقة النهاردة كان فيه أكتر من جلسة سواء على مستوى المحور السياسي ومناشة لجنة مباشرة الحقوق السياسية ومناشة تعديلات قانون حقوق السياسية الحقيقة كان فيه أيضا لجنة المحليات ولجنة العمل النقابي في نفس الوقت بيناقشوا المقترحات الخاصة بيهم عودة الحوار بهذا الشكل اليوم زي ما حضرق ذكرتي أولا يثبت الإرادة السياسية للسيد الرئيس في استكمال والدولة في استكمال هذا الحوار وإنه يعني يبقى معبر عن كافة طاقة في المجتمع المفتاح على كافة القراءة طبعا التنوع اللي كان موجود النهاردة سواء من أنا كنت موجود فيه جلسة مباشرة قانون مباشرة الحقوق السياسية والتنوع اللي كان موجود سواء من الأحزاب السياسية أو من الشخصيات العامة أو من المختصين والمهتمين بهذا الشأن كان محترم جدا واللي انعكس على التوصيات وعلى الحلول والأطرحات اللي كانوا بيتكلموا عليها كل الزمل المتحدثين الحقيقة النهاردة قدلوا بدلوهم فيه كافة المواد الخاصة بهذا القانون ورؤيتهم وأفكارهم لتطوير وإحداث تنمية سياسية كانت مناشات يعني جيدة لغاية عبر فيها الجميع عن قراءه بدون وجود سقف لهذا الطموح أو للأفكار كل الناس تكلمت على الأفكار اللي ممكن نشوفها لتطوير شكل الانتخابات والشكل الاقتراع شكل التمثيل النيابي وما إلى ذلك من مواد داخل قانون مباشرة الحوال السياسية الحاجة اللي كانت مهمة جدا برضو داخل الجلسة هي بحث كيفية ديادة نسب المشاركة النهاردة المشاركة داخل الاستحقاقات المختلفة أو الانتخابات يعني لا تتعدى التلاتين في المية إزاي نقدر نوصل بهذه النسب إلى خمسين وستين في المية ده كان برضو محور مهم للنقاش وأهم الاقتراحات التي قدمت في هذا الصدد لأن مسألة المشاركة دي مسألة غاية في الأهمية لأن الحديث عن الانتخابات يترجم أول ما نتحدثني نتحدث عن المشاركة في الانتخابات طبي يعني والفئات المختلفة اللي لابد أنها تشارك وتساعد صنع القرار في الوصول لأرضية مشتركة ومساحات مشتركة للقفز على أي خلافات لحلول لقضايا جذرية تهم الجميع لا خليني أقول لحضرتك أن كل المتحدثين ده ما ذكرت تحدثوا في حلول منهم من اقترح حافظ إسابة منهم من اقترح أن تتم الانتخابات على مدار أيام متعددة بحيث الجميع لكن أنا خليني أقول لحضرتك على اقتراحي اللي تقدمت به أو الترحي اللي أنا كنت بتبنودك ترأي اليوم عن فكرة التصويت عن بعض في الانتخابات إزاي تمتلك الدولة المصرية آلية واضحة وصريحة للتصويت عن بعض وده يتصق مع تحول الرقم اللي احنا طول الوقت بنتحدث عنه احنا محتاجين أن احنا نتواكب مع الجمهورية الجديدة اللي مصر فيها هذه الأيام واللي الحقيقة الشعب المصري كله بيشارك في بناء وعندما نتحدث عن تنمية سياسية يجب أن نتحدث عن ممارسة ديمقراطية حقيقية اللي هي الانتخابات والانتجاء إلى صناديق الاختراع مع التطور ومع التكنولوجيا الحديثة ومع وجود برامج وتطبيقات تسمح بتطبيق المعيير الدستورية اللي هي بتستوجب أن أي انتخابات يبقى هذا الاختراع سري وعام ومباشر في حال تحقيق هذه الثلاثة النقاط أصبحت الوسيلة أو الألية اللي هتلجأ لها آلية دستورية تسمح بالإدلاق بالأصوات ومع التطور لقينا طبيقات متنوعة في أكتر من دولة مش متقدمة قوي 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 عننا أو حتى من الدول المجاورة لنا في مجموعة كبيرة من الدول بدأت تلجأ إلى نظام التصويت عن بعض والنظام الهاجين ما بين النظام التصويت الإلكتروني ونظام الذهاب إلى صندوق الاختراع أو جمعية الاختراع بنفسها والحقيقة النهاردة كان في المقترح فكرة أن احنا نعمل نظام يبقى هاجين ما بين النظام الإلكتروني وما بين الذهاب إلى صندوق الاختراع والحقيقة الدولة المصرية كان عندها تجربة في انتخابات عام 2020 لما سمحنا ليه المصريين بالخارج في الإدلاق بأصواتهم عن بعض طبعا ده كان تماشيا مع الإجراءات اللي كانت بتتوقف مع جائحة كوفيد-19 سأعني كنت لسا أقول حضرتك النقطة دي أنه إحنا جربنا ده بالفعل قبل كده حقيقي ومن وجهة نظر الحقيقة النظام نجح نجاح مبهر للغاية أخواتنا المصريين في الخارج قدلوا بأصواتهم الشكاوي تكون كانت قليلة جدا على شكل التصويت أو سرية أو مدى صحة هذا الصوت وكانت تجربة أولة فاقفة وإن كان حتى في شكاوى يتم التعامل معها فالحقيقة كان عندنا تجربة سابقة قائل منع أن احنا نبدأ نتوسع فيها والنهاردة وفقا لنص القانون الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات قانون 198 ل2017 المادة التالتة في الفقرة الأخيرة نصت صراحة أن للهيئة أنها تستعين بوسائل التواصل والوسائل التكنولوجية في كل أو بعض إجراءات سواء الإدلاق بالصوت أو الفرز أو إعلان النتيجة خلال الاستحقاقات الانتخابية وزي ما قلنا حصل تجربة جزئية في التصويت المصريين في الخارج النهاردة مع هذا التقدم التكنولوجي ومع التحول الرقمي ومع الجمهورية الجديدة إزاي ما ما يبقاش عندنا هذا النظام أوادي القليل فده كان مقترح مهم للغاية تقدمنا به وقدمنا عرض لأربع أنظمة هم من ناحية تقنية هم السائدين على مستوى العالم سواء على مستوى مكينات التصويت الإلكتروني أو مكينات التعرف على الوجه أو التعرف على البطاقات يعني شرحنا في الطرح النهاردة مجموعة من النظم اللي بتقوم عليها وده المعهود بتنسيخية شباب الأحساب والسياسية الحقيقة النوع ده من التوصيات يعني حتى بتتصق مع شعاركم سياسة بمفهوم جديد إنه نشوف يعني سياسة تتفق مع الواقع إنه إحنا عايزين انتخابات عايزين نسبة مشاركة عالية في هذه الانتخابات عايزين الكل يكون ممثل الكل يتحدث عن نفسه ويشوف ويشوف أنه ممثل في هذه الجمهورية الجديدة ده شيء مهم جدا عايزة عرف كمان من حضرتك أصداء هذا المقترح أثناء الجلسة وما لفت نظر سيادتك من مقترحات أخرى داخل جلسة مباشرة الحوق السياسية لا الحقيقة كان يعني أصداء جيدة لغاية الجميع رحب المقترح بل وتحدثوا عن كيفية تطوير هذا المقترح لأن زي ما بنتكلم حضرتك المميزات اللي تكلم فيها حتى الزبلة إلى الالتجاهنة إلى هذا النظام يعني الدراسات كلها والأبحاث بتقول أن الدول اللي طبقت هذا النظام خفضت التكاليف المالية بتاعة عملية إدارة الانتخابات من 30 إلى 40% النهاردة طبعت أوراق الاختراع نقلها نحن فيه طيارات بدرات الأوراق الاختراع المعافظات اللي جاد والمنشآت وبقى إلى ذلك من إدارة العملية الانتخابية بتتكلف مليلات عملية عشان نحافظ على النزاهة والشفافية النظام الجديد كيف يحقق هذا لأنه ده يهم الناس جدا أنه نتطمن على النظام الجديد بقى اللي احنا بنختارهه أولاً هيبقى فيه سرعة في الفرز وضقة لأن ما فيش مساحة للخطأ البشري نسبة الخطأ البشري تكاد تكون معدوم ثانياً ما فيش أصوات بطلة النهاردة النظام الإلكتروني بيدل الناخب على اختيار العدد المزبوط فما بختارش زيادة ولا قليل بيساعدوا فيه اختيار وانتخاب الفئات المميزة تمييزاً إيجابياً اختار مرأة من هنا واختار شباب من هنا واختار زوء عاقة من هنا وأيضاً مساعدة بيقدم مساعدات لأبنائنا واخوتنا من زاوية الاحتياجات الخاصة النهاردة مثلاً على سبيل المثال أوراق الاختراع الصوتية هي حل تلجأ إليه الدول لأخواتنا المكفوفين بيسمع أوراق الاختراعه عن طريقة معينة بيدلي بدلاً من أنه هو يجيب حد يديره يدير بصوته بدلاً منه فطبعاً مزايا كبيرة جداً للنظام زي ما قلت حضرتك نسبة المشاركة النهاردة لما يبقى فيه نظام متطور ومؤمن يعني خلينا نؤكد أن هذا النظام يجب أن يؤمن تأميناً شديداً لو هذا النظام موجود فيه فئات كتيرة جداً غير قادرة على مغادرة منازلها والنزول إلى جمعية الاختراع للإدلاق بصوتها النهاردة هتقدر تدلي بصوتها فيه مجموعات كبيرة من الشباب أو من الناس اللي مش عايزة تروح أو مشغول أو في أي مكان يقدر يدلي بصوته عن طريق استخدام هذه التطبيقات وهذه الأنية هو مجرد أن أنا حس أن الدولة تحرص هذا الحرص الشديد على صوته وأنه أنا صوتي مسموع ويعني عندي الحق حتى لو أنا مملوكش الوقت مملوكش الرغبة الشديدة أن أنا أنزل وروح ويعني أنتخب لكن الدولة عايزة تسمع هذا الصوت ده نفسه يخلق عندك الدافع أن أنت تروح تصوت في الانتخابات طبعاً بشكل قاطع وزي ما يقول لحضرتك الدول اللي سبقتنا في هذا المجال إحنا برضه مش هنخترع العجلة يعني مش لسه بنقلف عجلة لا إحنا نتعلم إزاي الأنظمة دي بتشتغل وإزاي تبقى مؤمنة والنهاردة دول كبيرة جاء انتخبات الرئاسة الفرنسية بتتم عن بعض النهاردة في دولة زي الهند في دولة الإمارات العربية المتحدة في مطلع هذا الشهر أعلنت عن أن انتخاباتها جميعها المجلس الاتحادي وما إلى ذلك القادمة هتتم بالتصويت عن بعد هم كان عندهم التصويت الإلكتروني لكن التصويت عن بعد التصويت بالبريد وما إلى ذلك خلاص هيبقى متواجد بحيث أن أي مواطن يقدر يدلي بصوته سواء داخل المملكة أو خارجة فإحنا كمصر مع هذا التطور ومع هذه الحادثة ومع هذا التحول الرقمي طب هل اللي إحنا بنتكلم فيه ده قابل التنفيذ؟ أقول لحضرتك أن مصر قطعت شوت كبير جداً في تجهيز مقار اللجان اللي هي المدارس والنهاردة مقار اللجان للتخابية فيه؟ هي المدارس اللي داخل المحافظات وداخل الدوائر للتخابية المختلفة أو منشآت صحية أو منشآت هجومية الدولة قطعت شوت كبير جداً في تجهيز هذه المنشآت بالأليافة الضوئية أو بالإنترنت السابت وده مكسب كبير يا سيد النائد طبعاً يعني تجهيز المقار الانتخابية بالبناء التحتية الإلكترونية ده مكسب غير مكسب الانتخابية طبعاً بس أنا أستغله النهاردة أنا بقى عندي بني أسية تسمح بأن شفناها مع أولادنا وجربناها في اختبارات المراحل المختلفة وخاصة الثانوية صحيح وعارفين فين أماكن الضعف وعارفين فين أماكن القوة طب يلا بينا عشان نجهز كل هذه المقار الانتخابية يبقى فيها تسويت يحصل حالة من المعالجة لها لاستخدامها في الانتخابات هتبقى العملية سهلة وبسيطة مش هتبقى لسه بنبني من الأول أو بنجهز شبكة لا المقترح قابل للتنفيذ ممكن نقدر نبدأ فيه وننفذ إن شاء الله ونشوف بس هنحتاج مجموعة من التعديلات التشريعية لأن القانون ما كانش فيه إن أنت يبقى عندك لجنة إلكترونية أو إن يبقى فيه هذا الأمر محتاجين مجموعة من التعديلات التشريعية اللي قلناها النهاردة أهم المقترحات للتعديلات التشريعية دي كانت تعديل جمعية الانتخاب جمعية الاختراع ودي المادة 42 من قانون مباشرة الحقوق السياسية واللي بتتكلم على شكل جمعية الاختراع وإزاي القاضي يكون مسؤول عنها ويبقى إحنا هنضيف عليها وحنعدل ونزود بقى نقول إيه إن حيبقى فيه مكينة للاختراع التصويت الإلكتروني أو فيه نظام إلكتروني السيد رئيس اللجنة حيفتح فيه اللجنة أو حيفتله وما إلى ذلك على حسب النظام اللي حتبقى الدولة حتبقى لكن تطبيق ممكن الفرق اللي حيعمله كبير جداً زي ما قلت حضرتك تكلفة مالية دعم وإتاحة لجميع أنواق المواطنين اللي هم يدلوا بأصواتهم ويبارسوا حقهم الدستوري هنعمل من هذا الأمر زيادة في نسبة المشاركة وفئات أكتر تنوعاً ممكن تشارك وتنزل تؤدي بدورها يعني الحقيقة زي ما قلت لحضرتك فيه فوائد كتيرة جداً لهذا النظام لو لعيناء إن شاء الله يتنفس في الفترة المقبلة هنشوف طفرة سواء فيه أعداد المشاركين والنسب اللي هتنزل تشارك في الانتخابات أو حتى في شكل إدارة الانتخابات سيد تنعم كنت كمان سألت حضرتك عن المقترحات الأخرى اللي تم تقدمها أثناء جلسة ممارسة كان فيه مقترحات كتيرة جداً كان منها اللي بيعتطرق للمواد الخاصة باللجنة واللي اتكلمت على سواء من اللجنة الفرز في اللجنة العامة سقف الدعاية الانتخابية النهاردة القانون بينص على 500 ألف جنيه فالنهاردة الـ 500 ألف جنيه دول ما يجيبوش بيل بورد أو إعلان من الإعلانات اللي بتم عطار والنهاردة لازم يبقى فيه سقف بشكل مختلف متوفق مع سعر العملة وقيمة الجنيه فبالتبعية كان فيه حديث مطور عن هذا الأمر حديث آخر دار حول الموقف من التجنيد والنهاردة لازم طالب البعض من السادة رؤساء الأحزاب أن يتم التفرق بين من تهرب من التجنيد ومن تخلف عن الحضور ومن تم رد إليه اعتباره بعد محاكمته وعقابه على هذه الجريمة هل ده يحق له الترشح أو لا يحق له الترشح كان فيه نقاشات تارية للغاية النهاردة وزي ما بقول لحضرتك كان منها التسويق السياسي إزاي نقدر نعمل هيئة تقدر تسوي للمرشحين وإزاي الهيئة الوطنية الانتخابات يبقى عندها قعدة بيانات بالمرشحين هي عندها قعدة انتخابات بالناخبين لكن كان حوار تاري للغاية كان حوار موضوعي جدا يعني أكثر من مرة كان البعض يتوقع أنها هتبقى مكلمة أو الناس تروح تعبر كده عن كلامه وما يطلعش نتائج أو ما نشوفش حاجة لكن على الدوام كان السيد الرئيس بيبهرنا الحوار الوطني بيقترح شيء نلاقي السيد الرئيس بيدفزه صحيح على وجه السرعة والإشراف القضائي على الانتخابات وما إلى ذلك من لجنة العفو الرئيس يعني الحقيقة موضوعات كتيرة جدا الموضوع بيبقى على طاولة النقاش داخل الحوار الوطني الحوار الوطني وأمانته الفنية تقترح على السيد الرئيس يجب تنفيذه على الفور فالنهاردة ده الحقيقة وهذا الانصاط الشديد والاستماع من قبل سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لكل ما يطرح على طاولة الحوار الوطني يدل على مدى اهتمام الدولة بكل المقترحات اللي بتتم والاهتمام الشديد الحقيقة من قبل رأس الدولة بهذا الحوار وبتهيأ لي أعتقد ثقة في هؤلاء الوطني صحيح السيد الرئيس واثق فيه هذه الرؤى وهذه الأطرحات اللي هتصدر من هذه الشخصية خلينا أقول لحضرتك النهاردة ضمن هذا التنوع أحزاب على أكثر يسار وأحزاب من المؤيدين على طاولة الوحيدة داخل قاعة الوحيدة يتلقشون عن استقبل مباشرة السياسية لكن خلينا أقول لحضرتك أنها سابقة النهاردة ممثلي أحزاب زي ما بقول لحضرتك الحزب الناصري الحزب الشيوعي الحزب الاتحاد حزب النصر يعني مش عايز أقول لأسامي أحزاب برضو أنصح حزب حمات الوطن والأحزاب الموالية للدولة وعلى أكثر اليمين مع الأحزاب اللي على يسار حزب التجمع وبيتناقشوا حوالين قضية في مباشرة الحقوق السياسية وبعد هذا النقاش بيخرجوا من هذا الاجتماع بيسلموا على بعض وبيتحكوا فش بعد ولا بيدربوا بعض ولا بيدخلوا مع بعض وهنا ده الحقيقة عودة إلى ثقافة تقبل الآخرين اللي كنا فقدناها وما كانش فيه ثقافة الحوار وهو ده الهدف الأساسي نحن كنا فقدناها على مواقع التواصل الاجتماعي يعني الناس كانت تبتدت تشيل بعض من حسابتها لو أفكارهم مختلفة لو رؤاهم مختلفة لأنه ما كانش فيه حالة التقبل الحوار الوطني خلق هذه المساحة المشتركة خلق جلسات نسمع فيها الرأي والرأي الآخر في جو يسود الهدوء والتفاهم وده مكسب كبير للحوار الوطني ده ممكن يعني بيكونش فيه هدوء يعني ده تداقش وده يعبر عن رأيه ويدافع عنه وده يدافع عنه الجلسات برضه دي نقطة مهمة للغاية لازم نبرزها إن الجلساته بس بس حي لايف على الفيسبوك أي حد يفتح يبص مفيش حاجة بتتقطع مفيش منتاج الجلسات ممكن تكون بتشتد في النقاش ويحتدم وكلهم منا يدافع عن رأيه لكن زي ما بقول لحضراتك فور انتهاء هذا الاجتماع أو فور انتهاء التوصيات التي نتوافق عليها بتوافق جميعا بيخرجوا مع بعض ويشربوا قهوة مع بعض ويسلموا على بعض ويتحكوا فوشوا بعد لأن القاعدة الوطنية واحدة لهؤلاء صحيح إن احنا نتفق على ثوابت وطنية على هوية وطنية على أخلاق وعلى ثقافات هي أساس هذه الأمة وقيم وأخلاق هي اللي ينطلب بيها في الجمهورية الجديدة فالحقيقة الحوار الوطني سواء فيه جلسات المحور السياسي فشايف فيه المحور السياسي لكن حتى على مستوى المحور الاقتصادي المحور الاجتماع المجتمعي يعني أنا شايف أداء بسيمترية بعصف لازم نشيط به ونشكر الأمانة الفنية للحوار الوطني بقيادة طبعا الأستاذ يارة شوان وأيضا مستشار محمود فاوزي والأكاديمية الوطنية يعني الحقيقة كل التروس اللي بتعمل داخل هذه المكينة مبدعة ومبهرة وبتطلع مشهد احنا كلنا كنا نحلم به زمان كل السياسيين مهما اختلفت أراءهم كانوا بيتمنوا بيتمنوا هذا المشهد في مصر صحيح ان يبقى فيه حوار بهذا الشكل حوار يحمل يعني بوابة عبور للجمهورية الجديدة وعلوان يعني مهم في الجمهورية الجديدة مسألة تقبل الآخر وتقبل الأراء والبحث عن مساحات مشتركة في قضايا محوارية بتهم كل الناس يعني مهما كانت الايدولوجي او الاتجاه السياسي النهاردة لما نيجي نتكلم على قضية وطنية او شأن وطني بيجد ترحيب من الحضور جامعها مع اختلافهم فيه قلية تنفيذ هذا الامر يعني احنا نتفق على الهدف وانا كراسيمال يقول لك كده وانا كاليبرال يقول لك كده وانا كياساء يعني كانت طريقة التنفيذ لكن بنتفق على الهدف وهو ده الأساس والحقيقة هو ده برضو عنصر من عناصر نجاح الحوار الوطني لغاية اليوم ماهو النهاردة احنا بنتكلم في الاسبوع الخامس وهؤلاء الاطراف او القيادات والنخب التي تمثل المعارضة وتمثل طيارات سياسية تنتمي الى اليسار لو من اول جلسة ما شافوش جديد الحوار ما كانوش هيستمروا صحيح النهاردة وجودهم داخل هذه الجلسات هو اكبر دليل واكبر اطار على الشفافية وعلى المصارحة اللي بتتم داخل هذه اللي جاء واللي بيتم مناشط فيها كل الافكار زي ما بقول لحضراتك ما فيش سقف ليه الافكار ما فيش حد بيقول له بتقولش كذا لا في حرية تامة في وده برضو اثر على يعني بعد الاسبوع الخامس ان كل اللي بيتحدث دولتي بيبقى مذاكر كويس وبيبقى عارف يقول ايه جدية ما يوترح مش مجرد ندوة او مش مجرد جلسة للكلام لا النهاردة اللي بيخرج من هذا المكان او من هذه الجلسات بيتم عارضه على السيد الرئيس والسيد الرئيس بينفزه على طول فطبعا ده دي مسؤولية كبيرة اولا على كل الحضرين والمشاركين مش امام مش امام التلفزيون ولا امام الداس ولا اللا طلبها لا امام المواطنين جماعة صحيح ويمكن وامام الاليال اللي جاي ويمكن المواطن العادي انه ينتبه للحوار الوطني لما تم مناقشة قضايا خاصة مثلا بالمحور الاجتماعي كانت قانون الوصاية واستجابت سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذا القانون اللي بيامس يعني معظم الاسر المصرية واسر كتير تعبت وهلكت من اللي حصل في قانون الوصاية وفي المحاكمة بهدله استماعي سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للتوصيات اللي خرجت كان شيء الحقيقة ملفت جدا للناس كلها انه ما يحدث داخل الحوار الوطني يحمل الكثير من الجدية يعني يأخذ على عاطقه حل لمشاكل الناس الحقيقية وفي نفس الوقت الدولة تستمع وتستجيب نقاش كله حول تحديد الاولويات الوطنية وخلينا برضو نقول نقطة هام هنا ان فيه أزمة علابية في كل العالم من بعد الحرب الروسية الأوكرانية هو مستمر يعني الدنيا بقالها كتير والدولة المصرية حين وجدت نفسها في هذه الأزمة لجأت إلى الحوار مع الشعب ومع كافة الأطراف من أجل تحديد الاولويات الوطنية التي نتفق عليها جميعا فالنهاردة ده في حد ذاته إنجاز كبير ولما نتناقش ونطلع من نتائج تقول اه دي أولوية وطنية في السياسة ودي أولوية وطنية في الاقتصاد ودي أولوية وطنية في المجتمع كل البلد أو كل المجتمع هيحترم هذه النتيجة وهذه القراء لأنها نبع عن هذه النقاشات اللي قلنا إنها علانية اللي قلنا إنها مباشرة اللي قلنا إنها بتتزاع في كل وكالات الأنباء وطبعا شكرا لحضراتكم على اهتمامكم بالجلسات ونقلكوا لها لأن لو ما فيش هذا الدور الإعلامي الحقيقة مش هيعرف بيها غير الناس اللي موجودين داخل الجلسة لكن وجود حضراتكم بيفرق جدا وجود وشغل الأمانة الفنية والمشاركين زي بقول لحضرتك مسئولية كبيرة عشان هيسألوا أمام الأجيال القادمة كلها صحيح على هذه الفرصة احنا أفقلنا على حضرتك وتعبناك شكرا لحضراتكم احنا عارفيننا حيك متواجد من الصباح في جلسات الحوار الوطني لكن كان يهمنا أن احنا نعرف ونستمع لما حدثت داخل أرواق جلسات الحوار الوطني اليوم أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيادة نايف محمد عزم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس الشيوخ شكرا جزيلا على وجود حضرتك معي شكرا لحضرتك حيانه يعني البحث عن المساحات المشتركة هي بوابة عبور آمنة للجمهورية الجديدة للجميع وده اللي بنوعول عليه من جلسات الحوار الوطني واستمرين مع حضرتكم في كل فقرات التساع لكن خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام مع حضرتكم